اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء ان ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية ممتدة اسهمت في مواصلة بناء مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع والنماء على الجميع في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من اهتمام متبادل على كافة العصائد نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق بحري متقاعد كيفين دونيغان حيث نوع سموه بأهمية البناء على ما تحقق من توطيد الروابط الثنائية ومواصلة الدفع بها نحو بلوغ الأهداف المنشودة التي تعكس المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات المشتركة بين البلدين وشعبيهما الصديقين من جانبي أعرب الفريق بحري متقاعد عن شكر وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس وزراء على ما يبده من حرص واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البحرين وأمريكا في مختلف المجالات متمنية لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والاستهار ترجمة نانسي قنقر